جمعة اليوم لازم نتكلم عن شيء جنوني لأنه غريسكيل للتو هنا باعوا 600 مليون دولار قيمة البيتكوين اللي باعوا هنا في السوق فهذا يا جماعة هنا أكثر من أي باع عملوه في الأيام السابقة راح أتكلم عن هذا الشيء وراح أتكلم عن ليش أعتقد بأنه غريسكيل باعت كل كمية البيتكوين هذا هنا في السوق وراح أتكلم عن إيش اللي أشوف بأنه راح يحصل مستقبلا في البيتكوين وأشياء كثيرة فأتأكدوا يا جماعة بأنكم تظلوا معايا من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عنه لونة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط نزل الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب جماعة خلونا نبدأ هنا الآن على فريم الأربعة ساعات وتقدروا تشوفوا يا جماعة هنا بأنه في خلال الأيام القليلة الماضية وهو أنه قاعدين في الواقع هنا نحاول نكسر خط المقاومة تبعي هذا هنا اللي هو خط المقاومة البنية عند 63 إلى 64 ألف دولار وإنتوا عارفين جماعة لما عملت الفيديو الطريق تبعي العاجل ولما كنا نمشي هنا في هذا الصعود قلت بأن هذا المستوى مهم جدا وقوي جدا ورح نواجه مقاومة قوية عند هذه النقطة وطبعا رح نكسر هذا المستوى أكيد طبعا في النهاية نفس الشيء اللي قلته في المرات السابقة هنا في كل مرة حصلنا نعم رح نواجه هنا على بعض المقاومة عند هذه النقاط رح نهبط شوية ولكن بعدها في النهاية رح نكسر هذه المستويات ونفس الشيء هنا نعتقد بأنه رح نكسر هذا المستوى ونطلع فوق هذا المستوى في النهاية ولكن الآن هذا هنا أثبت بأنه مستوى مقاومة قوية للبيتكوين وطبعا ما عندي مشكلة في هذه النقطة طبعا رح أفضل بأنه نمشي هنا بشكل هابط يعني بشكل بطيء ولكن في الواقع مش بشكل بطيء هذا هنا طبعا لسه يعتبر ارتفاع قوي جدا هنا إلى الأعلى إذا بعدنا هنا شوفوا هنا هذا هنا شيء جلوني جدا ولكن هذا هنا لسه يعتبر شيء جيد بأنه مستويات المقاومة تبعي هنا يتم احترامها وهذا معناته يا جماعة بأنه في أثناء الهبوط كمان مستوى الدعم هذا هنا رح يكون مستوى دعم قوي وهذا هنا يصنع أو يكون هيكل السوق واللي أشوف بأنه رح يحصل الآن وفي الواقع أنا هنا عدلت هذا الخط البرسقال شوية تقدروا تشوفوا هنا بأنه الآن بشكل واضح هذا هنا مستوى مهم وفي عندنا هنا الزخم حصلنا هنا على هذا القاء وبعد هذا القاء وبعد هذا القاء وتقدروا تشوفوا بأنه في خلال هذه الفترة حصلنا هنا على ارتفاع واقعا مرتفعة وهذا شيء رائع جدا فيعني الأشياء لسه شكلها جيدة هنا للبيتكوين ولكن طبعا أكيد ما عندي مشكلة بأنه احنا هنا نمشي بشكل جانبي نتماسك في هذا النطاق أو حتى يعني إذا مشينا وتماسكنا عند هذه المستويات المنخفضة وبين هذول الخطين البنيين فطبعا هذا أكيد شيء ما نقدر نستبعده وهذا طبعا رح يجيب أرباح حائلة جدا إذا حصلنا هنا على هذا التماسك بهذا الشكل بين هذول الخطين البنيين فهذا جماعة رح يدخل أرباح رائعة جدا وقوية لكل الناس اللي يستخدموا استراتيجية تداول تبعي على الوكي اكس وعلى البايبت وعلى البيتكويت فيعني ما عندي مشكلة في هذا الشيء ورح نشوف إيش اللي رح يحصل ولكن في شيء يا جماعة أنا متأكد من ناحيته بشكل كبير وهو إنه إحنا في النهاية رح نكسر فوق هذا الخط البني ورح نرتفع إلى أعلى قيمة سابقة والأشياء رح تكون جنونية جدا طيب وقابل ما أتكلم عن السبب ليش قاعد نحصل هنا على هذا الهبوط لأنه نعم في هنا في كيان أو في مؤسسة معينة تبيع البيتكوين إلى السوق المفتوح ولكن خلونا جماعة أول شيء نتكلم هنا بشكل سريع على الإيثريوم تقدروا تشوفوا بأن الإيثريوم منذ أن كسرنا هنا فوق هذا المستوى قلت بأنه جماعة شوفوا مستوى المقاومة للإيثريوم هو هنا في الأعلى عند 3688 دولار وتقدروا تشوفوا بأنه إحنا الآن هنا قاعد نحصل على حركة هائلة وارتفاع قوي للإيثريوم هنا شوية انخفاض وهنا كمان حصلنا على شوية انخفاض وهنا ارتداد وهنا حركة جانبية ولكن بشكل عام هذا هنا ترند صاعد قوي جدا للإيثريوم واعتقد بأنه هذا هنا راح يستمر إلى مستوى المقاومة تبعي هنا في الأعلى عند 3680 دولار طيب وبالنسبة للأسواق التقليدية فهذا هنا بصراحة شيء مشوق جدا لأنه إذا شوفنا هنا على الأسواق التقليدية فتقدروا تشوفوا بأن الأسواق التقليدية كانت ماشية هنا في هذه القناة الهابطة وهذه نفس اللحظات اللي كان البيتكوين فيها طالع بشكل جدوني جدا والآن تقدروا تشوفوا جماعة البيتكوين طبعا الآن قاعد ارتاح شوية والأسواق التقليدية هنا تطلع أو تمشي بهذا الصعود فيعني حاليا في هذا التناقض بين الأسواق التقليدية والبيتكوين وهذا بصراحة شيء مثير جدا للإهتمام وفي الواقع في بعض البيانات اللي تم نشرها أمس تم نشر بيانات البي سي اي والبيانات طلعت يعني نوعا ما متوافقة ما اللي كان متوقع فيعني هذا هنا ما كان عامل كبير في السوق لأنه طلعت البيانات كما كانت متوقعة ولكن المحفز والعامل الكبير للسوق هو هذا غريسكيل باعت بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار إلى السوق أمس وهذه هنا جماعة أكبر كمية باعوها إلى اليوم وتقدروا تشوفوا هنا بأنه اللي قبلها كانت 200 مليون دولار وهنا كمان تقدروا تشوفوا 200 مليون دولار كان قبل أسبوع في تاريخ 21 فبراير فتقدروا تشوفوا هنا بأنه باعوا كمية كبيرة فتعلى الرغم من أنه باعوا كل كمية البيتكوين هذه هنا إلا أنه كان في الأخير هنا صافي دخول لأنه في ضغط شراء كبير يجي عن طريق البلاكروك وبقية الاتف إلا أنه لسا كان في عندنا أمس في دخول بـ 93 مليون دولار ولكن نعم بيتكوين بقيمة 600 مليون دولار تم بيعه أمس إلى السوق وهذه طبعا كمية طبعا ما ينلعب معها هذا هنا مبلغ كبير ولكن هذا هنا شيء جيد جماعة بأنه نشوف أنه حتى للرغم من أنه حصلنا على هذا البيع إلا أنه البيتكوين ما انخسف أو ما انهبط وانهار بشكل كبير فهنا البيتكوين لسا متماسك بشكل قوي جدا عند الخاطر البرتقالي ولسا طبعا كمان كان في عندنا في النهاية صافي دخول فيعني الأشياء جماعة تبدو الآن شكلها جيدة جدا وطبعا في كمية بيتكوين معينة الغريسكيل ممكن يبيعوه فيعني كم لسا متبقى عندهم هنا في الغريسكيل لسا في عندهم 73 مليار دولار طبعا هذه لسا تعتبر كمية بيتكوين كبيرة ولكن يعني إذا باعوا 200 مليون دولار كل يوم يعني خلونا نشوف هنا إذا شفنا مثلا على المعدل المتوسط فتقدروا تشوفوا هنا بأنه يعني متوسط البيع هنا تقريبا خلونا نقول 250 مليون يوميا وإذا حسبت بشكل سريع فهذا تقريبا رح يكون 7.5 مليار دولار كل شهر ما أعرف إذا حسبت السريع صحيحة أو لا ولكن هذا رح يكون معناته بأنه البيتكوين اللي عند غريسكيل رح ينفذ بشكل سريع جدا إذا حصل هذا الشيء وقدرنا بأننا نحافظ على كمية الدخول وكمية الشراء اللي تحصل هنا عن طريق الـ ETF بشكل مستمر وهذا بالفعل أعتقد بأنه رح يستمر فطبعا إحنا متجهزين لارتفاع كبير وحارقة كبيرة هنا للبيتكوين مستقبلا طيب اللي كمان عايزة تكلم عنه وهو أنه في كميات كبيرة من أخذ الأرباح تحصل من بعض الحيتان جمعوه عند مستويات منخفضة تقدروا تشوفوا هنا هذه البيانات في الأعلى فالحيتان يأخذوا أرباع في هذه النقطة لأنه وصلنا إلى أعلى قمة سابقة وطبعا بكل تأكيد مستوى مقاومة قوي جدا زي ما تكلمت عنه في السابق ففي هنا بعض أخذ الأرباح اللي قاعد يحصل الآن على السلسلة من قبل الحيتان طيب في الأخير هنا للبيتكوين إذا شفنا هنا على تشارت التكدف هذا هنا في الواقع هذه هنا إحدى التشارتات الغريبة في عندنا هنا تشارت السبعة الأسابيع طبعا تكلمنا عنه قبل يومين وكمان في عندنا تشارت الثمانية الأسابيع اللي هو الشهرين وعندنا هنا السوبر تريند واللي تقدروا تشوفه هنا مرة أخرى تقدروا تشوفه بأنه هيكل السوق شكله مشابه جدا اللي شفناه في السابق فتقدروا تشوفه هنا بأنه في عندنا مؤشر السوبر تريند يطلع في عندنا هذه العلامة علامة الصح الصفراء تقدروا تشوفه هنا بأنه تم الكسر والآن هذا هنا تحول أخضر وهنا كمان تحول أخضر وهنا أخضر وهنا كمان ولكن اللي حبيت جماعة أشر إليه وهو أنه شوفوا هنا على مؤشر الماكدي فالماكدي كمان تحول إلى إيجابة بالضبط في نفس الوقت اللي طلع في السوبر تريند وكمان تقدروا تشوفوا هنا البولينجر باند اللغريثمي هنا أصبح واسع كمان في الأسفل فتقدروا تشوفوا هنا بأنه كيف كل مرة هذه هنا كانت مشابهة في كل المراحل والآن كمان الأشياء شكلها مشابهة على الماكدي وعلى البولينجر باند هو كمان بنفس الوقت عندنا مؤشر السوبر تريند فهذا هنا الشيء جيد جدا للبيتكوين والأشياء ليس شكلها جيدة في رأيي ولكن في عندنا هنا بعض الهدوء والراحة قبل الحركة الكبيرة القادمة أتمنى في السيناريو التبعي المثالي فأنا بصراحة أحاب أنه البيتكوين في الواقع يحصل على شوي التماسك هنا بين هذول الخطين البنيين علشان السوقين يرتاح شوي ولكن ما أعرف إذا هذا الشيء راح يحصل أو لا ممكن كمان نحصل هنا على تماسك بهذا الشكل وبعدها راح نرتفع ولكن راح نشوفه جماعة ولكن طبعا أكيد لازم نكون مجهزين لأي هبوط يحصل طبعا إذا هبطنا من هذه النقطة إلى الخط البني فهذا هنا راح يكون انخفاض بـ 5% ومن هذه النقطة من عند الخط البني في الأعلى فهذا هنا راح يكون هبوط بـ 9% طبعا هذا هنا راح يكون تصحيح صحي تصحيح جيد ورح نشوفه جماعة إذا راح نقدر نحصل على هذه الفرصة أو لا لأنه زي ما أنتم عارفين إذا حصل هذا الشيء فطبعا استراتيجية تداول راح يكون أداءها رائع جدا وجماعة إذا عايزين تستخدموا استراتيجية تداول تبعي ففي تعديل كبير راح يحصل في خلال الأيام القادمة زي ما أنتم عارفين إذا أنتم تابعين قناتي حاليا الآن الأرباح المشتركين أو الداخلين في هذه البوطات أو الإستراتيجية عندهم أرباح بقيمة 311 ألف دولار هذا طبعا فقط على البيتغيت وطبعا أكيد أرباح بملايين الدولارات على الأوكي إكس لأنه الأوكي إكس أو بوطات الأوكي إكس شغالة منذ فترة طويلة طيب وإذا عايزين يا جماعة تكونوا موجودين للحركة الكبيرة القادمة اللي راح أعملها في هذه الإستراتيجيات فتأكدوا بأنكم تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو سجلوا أول شيء في البايبت بونس إداعي يصل إلى 30 ألف دولار عن طريق هذا الرابط والأوكي إكس سجلوا فيه عن طريق هذا الرابط راح تحصلوا على 60 ألف دولار وبعد كده فيه عندنا هنا ما يصل إلى 8400 دولار عن طريق البيتغيت فلازم يا جماعة تسجلوا هنا في كل هذه المنصات وكمان إذا عايزين تحصلوا على أفضل أداء لتداول ففي عندكم هنا اللوكس ألغو من هذا الرابط راح تحصلوا على تخفيض يصل إلى 20% عن طريق هذا الرابط طيب اللي عايزين أتكلم عنه في الأخير هنا وهو العملات البديلة فبعض السيولة الآن طبعا يتم سحبها من العملات البديلة اللي نراقبها حاليا طبعا هنا الإيثيريوم هبط شوية الأفلانش مرتفعة شوية يعني فيه هنا بعض العملات مرتفعة وبعضها منخفضة ومبي اس هنا كمان منخفضة شوية ولكن دي جي آي مرتفعة فيعني بشكل عام يوم جانبي هنا وزيدي فاي في الواقع وصلت إلى 4 دولار أمس فهذا كان شيء جيد أن نشوفه واليوم فيه شوية انخفاض ولكن بشكل عام جماعة زي ما قلنا حركة جانبية ومستقرة للعملات البديلة ولكن في خلال الثلاثة إلى أشهر أو في خلال الثلاثين يوم فنشوف بأنه فيه أرباحة إلى هنا في كل هذه العملات طيب جمعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم